السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورئيس العزاء لأسرة الأستاذ مهدي عاكف سائلين الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن الاحتساب لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبروا ولتحتسبوا تقدم النائب محمد صلاح خليفة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيري الثقافة والسياحة بعد قيام مجموعات من الشواذ جنسيا برفع أعلامهم بشكل علني ومستفز في إحدى الحفلات الغنائية التي أقيمت بالقاهرة مؤخرا وتحديد المسؤول عن تلك الأحداث المؤسفة التي مست مشاعر المصريين حنأت أمانة حزب النور بمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ الباحث فوزي مصطفى سعد لحصوله على درجة الماجستير من كلية الأداب جامعة كفر الشيخ بتقدير ممتاز وجاء عنوان الرسالة المقدمة للحصول على الدرجة العملية النفي الأصولي وأثره في استنباط الأحكام أدت مجموعة من المستوطنين اليهود صباح اليوم الأحد تقوصا تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأصباط بخراسة معززة من قوات الاحتلال الإسرائيلي أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أن مصادرة إدارة سجون الاحتلال حجاب الأسيرة الفلسطينية خديجة خويس سابقة خطيرة لم تحدث بتاريخ الحركة الأسيرة وصفا الخطوة بأنها تعبر عن سياسة الاحتلال الهمجية البربرية لإدارة السجون التي تمعن في امتهان كرامة الأسيرات والتدخل حتى في الشعائر الدينية اعتقلت قوات الاحتلال السهيوني فجر اليوم الأحد سبعة عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية من بينهم صحفي من مدينة القلقلية أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الوطنية الفلسطينية وليد عساف أن دولة السهيونية أقرت إقامة أحد عشر ألفا وسبعمائة وحدة استيطانية منذ بداية العام الجاري حتى الآن لكنها تسعى إلى إقامة وحدات استيطانية أخرى من خلال سماحها للمستوطنين بإقامتها من دون الرجوع إليها طالبت اللجان والمنظمات الشعبية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل للكشف عن مصير 1637 معتقلا فلسطينيا في سجون نظام الأسد داخل سوريا انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة اليوم الأحد من مفترق السرايا وسط مدينة غزة إلى مقر المجلس التشريعي نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي للمطالبة بسرعة إتمام المصالحة حسب ما أفلت وكلة معاني الفلسطينية فندت منظمة العفو الدولية مزاعم رئيسة ميانمار أونغ سان سوتي بانتهاء العمليات العسكرية في ولاية راخين في ميانمار بعد التقاط صور ومقاطع مصورة يوم الجمعة تظهر دخانا يتصاعد من قرى الروهينجيا المسلمة هناك وقالت المجموعة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن مصادرها في راخين أكدت إشعال الحرائق على يد قوات الأمن الميانمارية ومجموعة من المتشددين البوذيين منعت بنجلاديش شركات الاتصالات من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال للاجئ الروهينجيا لأسباب أمنية حسب ما أعلن مسؤولون الأحد قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان إن بغداد من دفعته إلى اتخاذ قرار الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان بعد فقد الأمل في التواصل لحلول معهم مشددا على أنه تم التحدث مع إدارة بغداد برغبتهم في العيش بجوار بعض دون أزمات أو مشاكل محملا بغداد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع تظاهر المئات من أهالي محافظة ديالي العراقية اليوم الأحد وسط مدينة بعقوبة لرفض استفتاء إقليم كردستان المزمع إجراؤه غدا للإثنين مطالبين بإحالة أي مسؤول حكومي يدعم الاستفتاء للقضاء لأنه يدعم مشروع تمزيق وحدة العراق لقي 21 مهاجرا غير شرعي معظمهم من إقليم كردستان مصرعهم اليوم الأحد غرقا في البحر الأسود أصيب 25 شخصا بجروح السبت في مواجهات بين عناصر ميليشيات حزب الله وحليفتها حركة أمل في بلدة البسارية جنوبي لبنان أكد التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أن الميليشيات الانقلابية تستخدم الأموال التي نهبتها من قوت الشعب اليمني وحقوقه واحتياجاته في تأجيج الفتن والصراعات والإنفاق على تغذية الإشكالات برغبة السيطرة على السلطة مما زاد من تفاقم الأزمة سوءة قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من ثمانية مليارات دولار كمساعدات إنسانية لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمات الأممية منها 67 مليون دولار لمحاربة الكوليرا أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بدأ توافض ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار لموسم العمرة 1439 هجرية انطلاقا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء شعيرة العمرة حيث تشهد المملكة حاليا انطلاق موسم العمرة للعام الجديد وبدأ وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء العالم أكد سفير مصر في العراق علاء موسى رفض بلاده لاستفتاء كردستان لما له من تداعيات على أمن واستقرار العراق والمنطقة وحرص مصر على دعم العراق وسلامة أراضيه قضت الدائرة تسعة بمحكمة جينايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب المنعاقدة بمعهد أمناء الشرطة بطراء اليوم الأحد بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والمشدد عشر سنوات لثلاثة متهمين والمشدد سبع سنوات لسيد مشاغب وأربعة آخرين والسجن ثلاث سنوات لثلاثة متهمين وبرأت متهمين اثنين والحبس سنتين لمتهم في اتهامهم بأحداث استاد الدفاع الجوي والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي وأسفرت عن مقتل عشرين مشدعا من نادي الزمالك تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أربعمائة وعشرين طن سكر من مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية لتوصيلها لعملائهم بمحافظات الصعيد أعلنت المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات في مؤتمر صحفي بالمحكمة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجريد للمحكمة sccourt.gov.ig وتشين مشروع الميكانة الإلكترونية المتكامل للأعمال القضائية والإدارية للمحكمة لتصبح أول محكمة رقمية على مستوى الجمهورية تنظم شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأحد 11 رحلة جوية من السعودية لنقل ما يقرب من 1500 حاج إلى أرض الوطن بعد إدائهم مناسك الحج وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة لعودة الحجاج والذي ينتهي غدا أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه سيتم وقف التعامل داخل الإدارة المركزية للصيدلة مع جميع شركات الإنتاج والتوزيع التي تمتنع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات كشف الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن إنشاء أول وحدة تأهيل نفسي للعاملين داخل الهيئة وذلك لتأهيلهم على مواجهة الظروف التي يتعرضون لها خلال عملهم اليومي حيث التعامل مع مرضى والمصابين وحوادث الطرق التي قد يتواجد مناظر تسيب الإنسان العادي بأبناط نفسية واضطرابات نظرا لبشاعتها قال الإعلامي محمد غانم إن مدينة دميات الجريدة ستشهد خلال الأسابيع المقبلة افتتاح أضخم وأحدث مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع علاف الأسماك تصل استثماراته على مدى خمس مراحل إلى إثنين مليار جنيه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن إجمالية الأموال التي تم تجميعها من خلال مشروع سقوق عيد الأطحى بلغت 48 مليون و200 ألف جنيه منذ بدء المشروع قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال حضوره طابر الصباح بمدرسة تحيا مصر بالأسماكات إنه يحيي الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجليد وقال الوزير إنه يريد إعارة البهجة والفرحة إلى الطلاب مرة أخرى موجها نصيحة لجميع الطلاب باحترام المعلمين لأنهم عمودوا العملية التعليمية أعلن الدكتور طارق شوقي أنه سيتم فتح باب التقديم في مدارس المصرية اليابانية بعد غارن الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري ونوه الوزير إلى أنه سيتم بدء الدراسة في المدارس المصرية اليابانية أول أكتوبر المقبل افتتحت غادا والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اليوم الأحد ورشة العمل حول تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان وفقاً للمعاه قالت غادا والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن كلية الأداب بجامعة القاهرة تشهد اليوم الأحد بدء الدراسة في دبلوم علاج الإدمان لبناء قدرات الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً لنضمم في مجال خفض الطلب على المخدرات حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان على مستوى الدول العربية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي عبد الرحمن بن عوف من سلسلة من أعلام الصحابة فضيلة الشيخ أحمد فريد المحاضرة الخامسة والأربعين من سلسلة تفسير سورة الأحزاب وهل في المال حق سوى الزكاة من سلسلة باب الزكاة من فقه السنة فضيلة الشيخ ياسر برهامي الإشباع العاطفي الإسراف في الضرب جلسة مصارحة من سلسلة النجاح في تربية الأولاد الشيخ إهاب الشريف تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي الدعوة السلفية تتقدم بالعزاء لأسرة الأستاذ مهدي عاكف رحمه الله الرجل الأمة كتبه محمد سرحان صفحات من ذاكرة التاريخ الواحدة والثلاثين موقف يزيد بن معاوية من قتل الحسين رضي الله عنه ومن أهل الحسين وذريته كتبه زين العابدين كامل ومن جديد باب التفريغات تجدير فقه الجنائز من منار السبيل ستة التعزية أعده محمد سرحان بالإضافة إلى العدد العاشر من مجلة تحت العشرين انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر